يا علم السر منا لا تهديك السيطر عنا مرحبا حيث كنا يا ربي يا علم الحال إليك واجهتنا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا ربي يا ربي الأرباب عبدك فقيرك البابة وقربت الأسباب مستدركا بعدما مال يوسع الجود جودك الخير خيرك فوق الذي يرى عبدك فترك برحمتك في الحال يا مقدال خلقي طر ومسعال كل مرة أسألك أسفا سترا على القبا يحوال أخطال يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي فالأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مراد رضوك الدائما الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا ملك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا بلوة يبتل الله بها العباد وتمر ولا تنظر الإنسان في أول سلوكه انظر إليه في الأخير ولا تنتقد على أحد رأيته لبس عمامه ولا لبس منطلون لا تشغل نفسك لا تشيل ميزانك أنت ما تدري بالعباد لله في خلق الشؤون اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة منطلون 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 منطلونه tahun dan saya harap untuk semuanya membacakan Yasin dan Tahlil untuk beliau di tempat masing-masing dan di hari Jumat diadakan solat gaib untuk beliau ini yang bisa saya sampaikan والأفو مينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته